موضوعات مهمة بانتظار المجتمعين في جنيف في الجولة الرابعة التي تبدأ خلال ساعات وسط محاولات للتوصل إلى حل للأزمة السورية الممتدة لست سنوات نتعرف على إيجادة الجولة الجديدة في التقرير التالي جولة جديدة من المفاوضات السورية السورية تستقبلها المدينة السويسرية جنيف وسط مخاوف من ضآلة الفرص المتاحة وتعنت من الجانبين المعارضة والحكومة فمن المفترض أن يصل وفد المعارضة الأساسي الذي يضم ممثلين عن المعارضة السياسية وآخرين عن الفصائل المقاتلة يرافقه فريق من المستشارين والتقنيين إلى المدينة السويسرية أما وفد الحكومة فعلى رأسه مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات نزيهة وإقامة حكم شامل غير طائفي ولطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات التفاوض الماضية إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في حين ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط سناديق الاختراع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب في تصريح له عن استعداد بلاده للتعاون فيما يخص الأزمة السورية شريطة التنسيق مع دمشق لقد قلنا إننا مستعدون للمبحثات حول الأزمة السورية وننتظر الإضاح من واشنطن وسننقش جميع الطلبات والاقتراحات المقدمة شريطة التنسيق مع دمشق ونأمل أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتما بالتعاون لحل الأزمة بشكل سلمي عدم وجود توافق أمريكي روسي حول استيناف العملية السياسية فضلا عن عدم وضوح مواقف إدارة الرئيس ترامب بشأن سوريا والشرق الأوسط زاد من ضبابية الموقف فيما تسعى الأطراف الإقليمية للدفع باتجاه إنجاز حل سياسي عادل في سوريا ولسيما أن الولايات المتحدة وموسكو هما اللاعبان الأساسيان بعد تحييد باقي الأطراف الدولية ترجمة نانسي قنقر